حبات البرد هذه التي تساقطت قبل ظهر الجمعة على أوتوسترات شكة وحطمت زجاج بعض السيارات ودفعت بعضها الآخر إلى الانتظار داخل النفق لعشر دقائق شكلت بداية المنخفض الجوي الماطر ها هي ميشا أطلت على لبنان بأمطارها وفلوجها هي منخفض جوي ذو فعالية مرتفعة أكثر مما هي عاصفة حملت معها حتى ساعات مساء الجمعة أمطار غزيرة تفاوتت بين منطقة وأخرى لنستطلع أكثر التوقعات للأيام المقبلة لم نقصد مصلحة الأرصاد ولا مصلحة الأبحاث العلمية الزيرعية بل اطلعنا من مدير موقع وذر أوف لبنان على ما ستشهده الساعات والأيام المقبلة ما هو مخفض مثل ومثل غيره ما فيش شيء استثناء بيدعى للألأ يعني أمطار غزيرة لحب تكون اليوم وبكرة السلوج اليوم بتكون بعد الظهر على 2004 بتدنى تدريجيا تتوصل للألفين متر بالليل عشية اليوم وفجر بكرة بكرة بيترق انخفاض إضافة على الحرارة قبل ما يتوجه المنخفض للداخل وبتتساقط السلوج تتلامس ألف وثمينمائة متر الأجواء ستستريح الأحد والاثنين لنخضع تحت تأثير منخفض جديد تلاتة منكون على موعد مع منخفض جديد كمانا جاي من وسط أوروبا وبيقرب علينا شوي وشوي التلاتة بعد الظهر مثل ما لحيبين هلأ على الشاشة المنخفض لحيقرب أكتر وأكتر علينا وتأثيره لحيقوى لحي ترافق كمانا مع أمطار غزيرة جدا يمكن تكون إذا بقيت الخرائط على حالة مثل ما هي هلأ وبيأثر علينا هون خريطة الأمطار بيأثر علينا التلاتة بعد الظهر الأربعة والخميس القارح يتابع أحوال الجو والتوقعات منذ سنوات جعل من منزله محطة أرصاد يراقب تجاه الهواء وسرعته والضغط الجوي ونسبة الأمطار وقد ربط كل هذه المعطيات بجهاز كمبيوتر وهو يضع تقارير دورية عن الأحوال الجوية إذن أمطار للأيام المقبلة ستزيد من نسبة المتساقطات التي تتخطى المعدل العام لهذه الأيام بنسبة ثلاثة أضعاف ترجمة نانسي قنقر